ترجمة نانسي قنقر من يوم الحادث تقابل مع صديقه المجني عليه في الصباح بالقرب من منزل المتهم وفي الوقت ده المجني عليه طلبه بأموال يدينه بها من هنا طالب المجني عليه صديقه المتهم بالتوجه إلى المقابر من أجل تصفية الحسابات المالية بينهما من وراء تجارة المخدرات لكن المتهم طلب من صديقه التوجه إلى إحدى مزارع المنجة القريبة من منزله وقام أحد أصدقائهم ده اللي هو التالت بتوصلهم بتوكتوك لمزرعة واللي غادر المكان قبل ارتكاب الجريمة المتهم استدرج الضحية إلى قلب مزرعة المنجة وفيها اشتدت الخلافات بينهم وتبادل طرفان الطعنات لكن تمكن المتهم من الضحية وسدد له عدة طعنات وفره هاربا أضاف المتهم في أقواله أمام نيابة العامة إن الشجار بينه وبين صديقه استمر قرابة ربع ساعة ولما شاهد المتهم صديقه غارقا في لمائه فره هاربا بعد أن سدد له العديد من الطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد في الفغد واليد والرقبة والرأس تابع كمان المتهم وقال أنه فور هروبه علم بنقل صديقه إلى المستشفى جماعة قناة السويس لتلقي العلاج بعد أن عثر عليه أحد المزارعين وأبلغ الإسعاف الذي نقله إلى المستشفى فاقترحت عليه أسرته اللي هي أسرة المتهم بتحرير محضر وعمل تقرير طبي واتهام المجني عليه بالاعتداء عليه لكن عند وصوله إلى مركز شرطة الإسماعيلية من أجل تحرير محضر كان قد فارق صديقه الحياة داخل المستشفى وعلى الفور تحفظ رجال الشرطة على المتهم داخل مركز الشرطة وتم عرضه على نيابة العامة واعترف بارتكابه الجريمة ومثل المتهم جريمته وسط أشجار المنجب الإسماعيلية وهي مصرح الجريمة البشعة التي شهدتها المحافظة في إحدى مزارع المنجب عزبة الزغابة بمنطقة أبو عطوى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية وده بعد ما استدرجوا في إحدى مزارع المنجب الإسماعيلية بحجة تسوية مديونيات مالية بينهم واشتبى كابل أسلحة البيضاء مع بعض وسدد المتهم للمجني عليه عشرات الطعانات المختلفة في الجسد وهو تم تشريح الجثمان ثم تم تصريح بدفن المجني عليه وتواصل أنياب العامة التحقيق في هذه القضية وكشف التحريات المباحث حول الواقع أن المتهم سبق اتهامه في ثلاث قضايا مخدرات وتم الإفراج عنه قبل عشرين يوم بعد حبسه في إحدى قضايا المخدرات إلى هنا مشاهدين تنتهي تفاصيل هذه المتابعة لجريمة الإسماعيلية شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء